السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد حبيب وطلاب الصف السادس الابتدائي أهله وسلام بكم في فيديو جديد إن شاء الله مكملين مع بعضينا حالة تدريبات كتاب المدرسة لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني عشرين أربعة وعشرين يتسنة ستة والمرش في قناتي ريتشترك في القناة واتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكل جديد وتعمل لايك للفيديو إن شاء الله سنة ستة نحل مع بعضينا هذا التقييم التكوين من كتاب المدرسة من صفحة 71 لصفحة 72 يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا التقييم التكوين نشاط واحد اقرأ ثم أجب كان أحمد لاعب سلم وهوبا للغاية لكنه كان يعاني مشكلة واحدة في كل مباراة كان يشعر بألم في قدمه كان هذا الألم يمنعه من اللعب بشكل جيد وكان يزداد سوءا مع مرور الوقت ذهب أحمد إلى العديد من الأطباء لكن لم يتمكن أحد من تحديد سبب الألم قال أحد الأطباء إن الألم قد يقوم بسبب إصابة سابقة وقال آخر قد يقوم بسبب حالة طبية قامنة كان أحمد محبطا للغاية لم يكن يعرف ما يجب فعله وكان يشعر بأنه سيضطر إلى التخلي عن حلمه عن حلمه في لعب كرات السلة ذات يوم كان أحمد في مباراة مع أصدقائه عندما سقط وتعرض الإصابة في قدمه كان الألم شديدا لكنه تمكن من النهوض والاستمرار في اللعب وبعد المباراة ذهب إلى الطبيب مرة أخرى فأخبره الطبيب بأنه رأى شيئا غريبا في الأشعة السينية قال استخرج من النص مراضف يحسه بيعاطف يحسه بمعنى آيه يشعر بكل إجابة موجودة معايا في القطع غلى رقم باء اختر المعنى الصحيح للكلم المنونة من خلال فهمك للصيق قلنا خلال فهمك للصيق أي خلال فهمك إيه للجملة وهب الله الإنسان الكثير من النعم وهب بمعنى أعطئي ومنح رقم اتنين يعني ممكن الكلام الواحدة سنة ستة بيختلف معناها بس أنا بعرف معنى الكلام ده من خلال إيه من خلال الجملة هبت الرياح شديدة اليوم هبت هنا بمعنى إيه ثارت وهاجت ثارت إيه وهاجت رقم ثلاثة هب أخي من نومه مسرعا أي استيقظ إيه بصرع رقم أربع هذا الشاعر موهوب موهوب أي لديه قدرة أو ملقيه ملكة فطرية رقم جيم جلد علام الصح أو خطأ أمام ما يلي بطل القصة لاعب كرة يد طبعا هنا العبارة إيه العبارة خطيئة طبعا ده هو لاعب كرة إيه طبعا هو لاعب كرة إيه سلة رقم اتنين كان أحمد يشعر بألم واستمر في قدميه العبارة صحيحة نشاط اتنين جل حدد الفعل في الأمثلة الآتية ثم أعرفه بهم الدين الجمل أنا حدد الفعل اللي فيها ثم إيه هعرف هذا الفعل يدعو المعلم تلاميذه لحفل تكريمه طبعا نوع هنا فين الفعل اللي معايا طبعا الفعل اللي هو يدعو نوع فعل مضارع السبب طبعا أنه لم يسبقه إيه شيء تمام هنا نوع فعل إيه مضارع مرفوع علامة رفعه هنا الضمة بني أعرف كده والفعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة رقم بقى تقيم الأسرة مأدبة إيه عشاء طبعا فيه هنا الفعل اللي معايا الفعل اللي معايا هو إيه تقيمه نوعه نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه إيه الضمة السبب ليه لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم رقم جيم ينهي الآباء ينهي الآباء أبناءهم عن إيه عن الخطأ ينهي هنا الفعل نوعه طبعا هنا إيه نوعه فعل مضارع أعرفه نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة السبب ليه لأنه لم يسبقه شيء إيه هو الشيء ده لم يسبقه طبعا ناصب ولا جازم نصات ثلاثة أكمل الجمل باختيار الفعل المضارع مما بين الكوسين ألف نحن نغط مشاهدة قاسية شاهدتو نشاهدو شاهداء نقول ايه نحن نشاهدو مشاهد قاسية بنختار الفعل اللي هو ايه نشاهدو اللي هو ايه تاني فعل معايا رقم با أنت أنت نغط عملك من معلمك نقول ايه أنت حصلت علمك من ايه معلمك بنختار الفعل اللي هو ايه حصلتا تمام رقم جيم الهاتف ونغط صوته ونقول ايه يرتفعوا صوته بيرتفعوا هنا ايه هو الفعل المضارع تمام عندي صفحة اتنين وسبعين قال لنشاط اربعة اربعة اكمل بفعل ايه مضارع نحن نغط الخير للناس نقول ايه نحن نصنع الخير للناس رقم با الدولة نغط المواطنين قال ايه الدولة تحترم المواطنين جيم العلم نغط صاحب قال ايه العلم ينفع صاحبهم رقم دال البنت نغط منزلها قال ايه البنت تنظف منزلها ها نغط التلاميذ علوما مختلفا قال ايه يد رسوم التلاميذ علوما مختلفا ونغط الاهتمام بالنظافة الشخصية قال ايه نريد الاهتمام بالايه بالنظافة الشخصية عند النشاط خمسة بيقول ضع خطا تحت الخطأ ثم صوبه وذكر السبب يستيكز الاطفال مبكرا يستيكز الاطفال مبكرا طبعا الخطأ فين اللي معي في الجملة عند الخطأ طبعا في كلمة ايه الاطفالي تمام عندي هنا يقول ايه الاطفال والتصويب طبعا اما صح حرجوب a Йأقول ايه الاطفال وليه لان كلمة الاطفال هنا موقع فين العراف فاعل والفاعل بيكون مرفوع على ميت رفعه بعد نكتب هنا التصويب نكتب ايه الاطفال السبب فاعل مرفوض. رقم باقي يحاولوا اللاعب ان يمر ان يمرر القرى. تمام? ان يمرر ايه? القرى. عند التصويب هنا طبعا كلمة ايه? القرى هنا مضمومة. تمام? لا هنا طبعا القرى تكون ايه? مقصورة. ليه? لان السبب هنا انها موقع هذه الكلمة العراب مفعول به منصوب علامة نصب ايه? الفتح. رقم جيم صرني تقديم المساعدة للفقراء. صرني تقديم المساعدة للفقراء. طبعا عندي التصويب هنا في كلمة ايه? تقديم. لان كلمة تقديم هنا ايه? مفعول به منصوب علامة نصب ايه? الفتحة. عندنا رقم ده لا تكون متشاحنون. طبعا الخطأ في اللي موجود معي في القطعة او في الجملة كلمة متشاحنون. ليه? يعني كلمة متشاحنون هنا مقح من العراب. خبر. خبر ايه? تكون. عند الفعل تكون. ده فعل من الافعالي الناسي خبيعمل ايه? بيرفع المبتدأ وينصب ايه? الخبر. تكون ده اقول فعل الناسي عندي. واو الجماعة طبعا هنا ضمير متصل في محل مرفع اسم ايه? اسم كانة. متشاحنين. طبعا اعراب هنا تكون. خبر تكون. منصوب علامة نصبه لانه طبعا ايه? جمع مذكر سالم. قلت متشاحن لا تكون متشاحنين. بس ابنا خبر تكون ايه? منصوب. رقم ها انكم مستعدين للمسابقة. طبعا التصوب هي ايه? انكم مستعدون للمسابقة. مستعدون طبعا هنا ايه? خبر انه طبعا ايه? مرفوع. خبر انه مرفوع. عندي نشاط ستة بقول سن. واجمع الجمل. الاتية مراعين ما حدث من تغيير. يكون التلميذ متفوقا بعلمه. عايز اجمع هذه ايه? اثني واجمع هذه الجملة. طب تماما هاي? اجمعها اقول ايه? يكون او هثنيها في الاولة اقول ايه? يكون التلميذان متفوقين بعلمهما. طبعا الاحظ معي ان معي الفعل يكون ده فعل من الافعال الناسخة. الفعل الناسخ بيعمل ايه للجملة الاسمية? بيرفع المبتدأ وينصب ايه? الخبر بنها راعي. وانا بكتب الجملة في حالة التسنية هارفع بالالف وهنصب بايه? بالياء. تمام? هجمع هقول ايه? يكون التلاميذ متفوقين ايه? بعلمهما. تمام? عندي نشاط سبعة. بيقول كتابة خبر في ايه? في جريدة. اكتب خبرا صحفيا سينشر بجريدة المدرسة عن دورة مسابقة العلوم والاختراعات التي تحدث حاليا في مدرستك. ايه? معلن ايه? معلن انا الصف الفيز بافضل اختراع مع مراعاة معيالي. طبعا كتابة اماصر كتابة الخبر وهي عنوان جزب. وانوان جزاب والحدث والاشخاص الذي تتحدث عنهم ومتى حدث واين حدث ولماذا حدث. وصورة طبعا تعبر عن الخبر واسم كاتب الخبر. وعدد الكلمات يطروح ما بين مات ومية وخمسين كلمة. وفقرات مرتبة تنازليا في الاهمية ومفرضات مناسبة وتنوع في تركيب الجمل. مع مراعاة ايه? املاء وخط سليمين. طبعا كتابة الخبر في دي طبع ضمن ايه? مطروق ايه? للطالب تمام? وبكده سنة ستة وصلت معكم لنهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتوا. ياريت ما تنسراش في اللايك والاشتراك في القناة. وتفعيل زر الجراس عشان يوصل لكم كل جديد مع التبنيات لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.